وين حبايب الريدم تسعة? انا الريدم تسعة هين جديد عملت لك فيديو. واشوف اللايكات. بديش غير لايكات منك. ما بديش شي. هاي الريدم تسعة وتحديس جديد للريدم تسعة. وهي شافيه لونه. هاي الريدم تسعة لون السود. وعملنا عليه التحديس. والتحديس الان انت بتستطيع تحميله. وتحديس جهازك للتحديس الجديد الموجود معنا. كونوا معنا دائما. وين كبار الريدم تسعة? اللايكات هيك حبطرش من فوقه من تحت. وخلينا نشوف التفاصيل يا غليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اخوكم ايهاب الصرفاندي من قناة ايهاب تيفي. كيف حالكم? ان شاء الله بخير. ان شاء الله مبسطين. واليوم بدنا نشوف مع بعض التحديس الجديد اللي وصل لجهاز الريدمي تسعة اي. احنا بنعرف انه هاد الجهاز الريدمي تسعة اي متأخر كتير في التحديسات. علشان هم معتبرينه جهاز اقتصادي مش عارف ابن البطل سودا معتبرينه. هاد هو الكلام المفيد. هاد الجهاز الصحيح يعني جهاز اه من الاجهزة الاقتصادية اللي يفضل ان الواحد يشتريها افضل من اجهزة الشركات الاخرى. وبعد هيك نزل لنا جهاز الريدمي عشرة اي. يعني مواصفات قريبة منه. بنعرف انه هاد الجهاز فيه منه اتنين وتلاتين وفيه منه اربعة وستين وفيه منه مية وتمانية وعشرين. هاد الجهاز اللي معي اربعة وستين اه اربعة رام وعندك واحد رام اللي هو اه توسيع الذاكرة لانه هو اربعة وستين. لو اتنين وتلاتين هتلاقي توسيع الذاكرة نص. اه المعالج اللي تعارفين معالج اقتصادي هاد تقول لي بابجي مش بابجي سيبك من البابجي. يعني البابجي بتلعب باقل اداء. يعني ده يعني منخفض. هنا تماني الانوية. معالج جي خمسة وعشرين. عندك المعالج جي خمسة وعشرين و جي خمسة وثلاثين. هذي معالجات اقتصادية. الاندرويد وهو الاندرويد احداش. والتحديس الاماني اللي على الجهاز واحد سبعة الفين واثنين وعشرين. تحديس الاماني اللي موجود عندي. التحديس الموجود عندي اطناش خمسة ستة. النسخة الموجودة عندي نسخة العالمية. هذي النسخة العالمية تستطيع الان امتى? اتوصلها لتحديث جديد اتناعش خمسة سبعة. هذا الجهاز اه الشاشة اللي عليه شاشة عادية. يعني اي بي اس ال سي دي. هذه شاشة متواضعة. وبالنسبة لاداء اداء بيتي اقتصادي بيتي. يعني في المنزل ممكن تستخدموا لاتصال لحاجات فيسبوك واتس اوب حاجات يوتيوب حاجات خفيفة. اما الالعاب ما بنصحكاش الالعاب التقيلة تشتغل فيها على هذا الجهاز. لو اجينا هنا على الجهاز تحديث اتناعش خمسة ستة. هنيجي الان. انحمل التحديث اتناعش خمسة سبعة الجديد. وانسبتوا على الجهاز. هيكون هنا في صندوق الوصف الرابط بتحمله تحميل عادي. بعد ما تحمله اشي بتعمل. بتيجي على حول الهاتف. طبعا قبل ما نكمل في ناس عندهم التحديث على اندرويد عشرة. هذا الاندرويد هي الاندرويد. اه? اندرويد احداش. في ناس عندهم الاندرويد عشرة. اللي عنده الاندرويد عشرة. ومش عارف يصل الاندرويد احد عشرة. لازم 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 عن طريق الكمبيوتر. عشان اكون عندك علم. وانصحك ان اكتمل عملية التسجيل في المي بايلوت علشان انت برضو تجيك التحديثات اولا باول. لو اجينا هنا على اه التحديث اتناعش خمسة ستة. واجينا طبعا في المكان هذا اللي هو اتناعش هذا الملونة. بدك تنقر تمنى نقرات متتالية عشان تحصل على انك تقدر تحدس. يعني لما تطلع لك ميزات المحدث الاضافية مشكلة. وبتيجي على التلات نقاط اللي هان. وبتيجي على اختيار حزمة التحديث. بعد ما تيجي على اختيار حزمة التحديث. بتيجي على اي حاجة بتنزلها من صندوق الوظف او بتحملها. بتيجي في التنزيلات. اتناعش خمسة اربعة هي انا عندي. اتناعش خمسة سبعة هادي. طبعا النسخة اللي عندك لازم تكون عالمية. كيف بنا نعرفها عالمية من المكان هذا? نرجع نرجع. هاي العالمية بيكون عندك الحرف الرابع والخامس حرف الام اي. اللي هو ار يعني اندرويد احداش. سي دي اسم الجهاز هو اسمه سي دي. يعني هيكة. التسعة اي هتلاقي اسمه هيكة. اللي هو حرفين. ام اي يعني عالمي. اكس ام يعني هاي بتكون لجميع الشريح. اي شريحة تحطها بتشتغل في الجهاز. اه في عندك الاي ان الهندي اي دي اندونيسي اي يو اوروبي وهكده. نيجي على المكان هذا. ونيجي على التلات نقاط. ونيجي على اختيار حزمة التحديس. ونيجي على اللي هو ونيجي على اتنا عشية خمسة سبعة ونقول له هنا موافق. هيقول ليado الحصول على المعلومات والآن شاء الله نعمل تحديس للجهاز وصير على اتنا عشر خمسة سبعة على اندرويد احداش. ftb اتحديس مش عارف ازا في حد فيكو نزلو او ما نزلو او وصلك او ما وصلك لازم يكونوا يعني وصلك وزي ما وصلك نزله يدوي. اش الفرق بين الهوائي واليدوي. ليه فرق بين الهوائي ولا اليدواء كله واحد. هاي التحديس بقول لك هنا انه انا بقدر حدس لك الجهاز لا اطنعش اه خمس سبعة على الاندرويد الار اندرويد احد عشر. وخلينا الان نيجي نعمل اعادة التشغيل والتحديس للريدمي تسعة ايه النسخة العالمية وهي اعادة التشغيل والتحديس. هاي بقول لك هنا جاري فك التشفير. حطك عشقة زي هيكة وبراحتك يا حج. ونشوف قديش تقعد وقت. موسيقى تخلص تحديس وخلينا نشوف شو حصل عليه التحديس ولا ما حصل على الاعدادات على حول الهاتف وهو التحديس اطناعش خمس سبعة ومبروك التحديس الجديد. هذا التحديس الجديد لو ضغطنا زي هيك واجينا على طبعا هو التحديس محسن وهذا يعني من التحديسات المحسن اجاة توسيع الذاكر وبعض الامور رح حكينا عليها سابقا دربالكم التحديس استغرق سبع دقائق تمن دقائق وشوي كمان انا اتأخرت نص دقيقة تقريبا ما فتحت الجهاز قول تمن دقائق قول تسعة دقائق يعني ما تخافش هيطول الجهاز وهو بحدس ما الجديد تحديس تصحيح الامان الاندرويد الى نوفمبر الفين واثنين وعشرين لزيادة اللي هو الامان طبعا ممكن يكون في ميزات جديدة فيها حاجة بالنسبة لمركز التحكم اه انا عملته باللون هذا مع الثيم اللي انا حطه اللي انا توسطة يعني بيكون اه في تأخير هذا طبيعي ان يكون في تأخير لانه المعالج اللي عندك معالج اقتصادي محدس تطبيقات النظام بتيجي عليها بعد التحديس ازا في عندك تطبيقات بده تتحدث بتلاقيها موجودة في المكان هذا حالة الحماية واحد احداش الفين واثنين وعشرين ممتاز لو جينا هنا في عندك اللي هو الصوت والاهتزاز في عندنا هنا في الصوت والاهتزاز حاجة يسمى مساعد الصوت هنا مساعد الصوت فعلي هادي وفعلي هادي اللي هو بيكون يعني انت لما تشغل اكتر من تطبيق بتقدر تتحكم في اه اللي هو صوت التطبيق يعني انا لو اجيت فتحت اليوتيوب مثلا لو فتحنا فيديو هاي الصوت على الصوت فيه هنا اشارة زار جاب تطلع معنا تفتع عليها هذا للصوت اه هذا للصوت تمام سكرنا على الصوت ها هذا لليوتيوب هذا فقط لليوتيوب ايش لليوتيوب يعني فقط لتطبيق اليوتيوب انا ممكن افتح تطبيق تاني بتحكم فيه في هذا المال يعني بتقدر تخليه واحد عالي واحد واطئ اللي بالدكية تمام في الاعدادات الاضافية موجود معنا اللي هو توسيع الذاكرة على حسب جهازك هنا واحد جيجا هذا الجهاز انه بدي ياخد واجه التلتاش ولا لا لحتى الان ما تم التأكيد انه هياخد واجه التلتاش يعني لحتى الان لسه ها ها ممكن ياخد وممكن ما يخلش احنا نتظر ان شاء الله كل الفيديو واطع القناة عشان نحصل على ما هو جديد هذا الجهاز لو وجينا مثلا عملنا بحث في اللي هو الواي فاي اللي في البيت اللي هو الشبكات اللي ترددها ما بيمسكها عشان يكون عندك علم ما بيمسكها يعني انا مثلا عندي في شبكة اسمها اف اربعة اربعة هاتي اتنين فاصل اربعة بيمسكها ولكن لو كانت الفاي في نفس الشبكة هذه عندي اسمها ما مسكها هذا كلام عشان انت تعرف ويكون عندك علم. بالنسبة للثيم اللي انا حطه على الجهاز هي اسمه زون. مركز التحكم هي بدل مهور صاصي بدل مهور صاصي اصبح شفاف. لما انت تحط الثيم هذا بيصير معك في هذا الكلام. لو جينا دخلنا على تطبيق ام اي اي داول لودر هذا اللي بناخد منه يعني بيكون فيه التحديسات او بناخد منه التحديسات بتلاحز انه هي جهازة انا ردمي تسعة ايه دغر بتعرف عجهازك بتيجي تضغط تضغط عجهازك هنا. واضغط على اول مستطيل اللي هو اللون الاخضر. انا عاش خمس اربع اخر تحديس بقول لك انه هذا اخر تحديس. انا الان هيك بتثبت اللي هو اتناعش خمس سبعة. ازا انت ما قدرت تثبت اتناعش خمس سبعة. فانا انصحك انه انت اه تعمل تسجيل لحصول على تحديساتك اول باول. واحنا عملنا تسجيل للمي بايلوت. احط لكم الفيديوهات ان شاء الله هتكون في صندوق الوصف او في العلامة البيضاء. الجهاز في منه نسخة العالمية ومنه اوروبي واندونيسي وصيني وهندي وروسي وتركي. كلهم على اندرويد يعني اعلى اندرويد في عندك اندرويد احداش وفي منه لساحة الان على اندرويد عشرة زي الاندونيسي واللي هو هنا في عندك التركي كمان على اندرويد اه عشرة. ولكن الصين هي على اندرويد احداش وان شاء الله يكون في تحديس له تلاتة عشر. وهذا ما كان لدينا. احط لنا لايك يا غالي لانه ازا ما حطيتش لايك يعني انتو حبايب ريدم تسعة لازم تكون كتار يعني الناس دايما بتقولوله في الفيديوهات وين التحديس ريدم تسعة? وين جهاز ريدم تسعة? يعني هاي جهاز ريدم تسعة? وهي فيديو تاعة ريدم تسعة? وارجوني اللايكات عشان انا استمر اعمل للريدم تسعة? ولا كيف بنفعش الكلام هذا? واكونوا معنا دائما. نلتقي في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.